تحية متجديدة لكم مشاهدين العفاظ الوين ما كنتوا أهلا وسهلا بكم نقولكم ولنتمنى لكم أوقات جميلة تقضوها معنا على قناة شروق نيوز وبرنامج شروق مورنيغ اللي من خلاله دائما نحاول النوع ومختلف المواضيع في الصحة والثقافة والطربية وحتى الموضة الرجالية اللي لها حيز ونصيب من البرنامج روح حاضر معنا صبيحة اليوم عصام عبدالعزيز من أجل تقديم تشكيلة جديدة لشهر رمضان اللي راهوا على الأبواب أهلا وسهلا بك عصام صباح الخير يوسف وشكرا على الدعوة للمرة الثانية صباح الخير لكل تقم العمل وكذلك صباح الخير لكل المشاهدين اللي راهوا يشوفوا فينا ضمن برنامج الشروق مورنيغ شكرا لك أكيد الناس بزافرة يتسنى في الشهر الفضيل في الشهر رمضان اللي راهوا على الأبواب والتحضيرات بدأت من بين التحضيرات للناس والشباب ولو يهتموا بها مؤخرا وهو استقبال الشهر الفضيل خليني نقول قندرة على الصلاة والشاشية على الصلاة أيضا نسب حالي لازم تكون جديدة وغيرها من التفاصيل اللي رح تحكينا عليها أنتا مش هانا رح نقولها ولكن هي لك الكلمة الأول حاجة نحب نشكر كل الشباب الجزائري لأنه هكا ولا هكا رح يساهم بش يحافظ على التراث الجزائري من بين التراث الجزائري عندنا القندرة الجزائرية اللي رأنا نشوفها ما عادش ذوكا عادوا يلبسوها غير الناس الكبار والله اللي رأهم تبساها في الدار ذوكا بالعكس رأي ولات المناسبات اللي يلبسوها ليجان يلبسوها في أوقات وين يكونوا فيها مصطرحين وخاصة خاصة ذوكا في الشهر الفضيل يعني رمضان تلقاهم مباشرة بعد الفطور ولا بعد ما يفطروا تلقاهم برا تشوف الألوان والأشكال والأنواع اللي راحين إلى المنساجد ونحي كل الشباب اللي روحوا إلى المجد من أجل صلاة التراوح خليني نقوله بعيدا على الجلوس في المقاهي وغيرها فيحبوا يروحوا أنيقين وفي ثياب جميلة وبما أنه الشباب دايما في تجدد وفي تطور أكيد الجندورة الجزائرية التقليدية راح تتطور كذلك ستطور من حيث ستبقى لكوب هي نفسها ما نرشح أننا نخربوا فيها لكن الكولير والديسان والتطريز سيدخلوا عليه دي تكنيك جدد هذا ما اللي سنحكي وعليهم اليوم في الكوليكسون الجديدة إن شاء الله إن شاء الله يا ربي طيب قبل ما نروح ونعرف على الكوليكسون للتشكيلات الجديدة حبيتنا عرف هل هناك ألوان خاصة بهذا الشهر الفضيل ولا الألوان كلها متاحة أن نلبسوها في رمضان هي الألوان متاحة للصهارات نعم بالصحة اللي كان للصالات أن نفضل أن تكون دايما الألوان هذيك الهادئة الموريحة يعني لا تكونش ألوان صاخبة أو لا تكونش فيها تكون أتيرون دونك الألوان الشباب هم يلبسو كامل يكولير كل واحدة وش يناسب اللون البشرة كل واحد اللون اللي يكون هو مصطرح فيه نفسيا قبل ما يناسب اللون البشرة دونك سي بورسا ذوكا خرجوا ألوان وين الليجان اللي هو ما بعدها كي يلبسوهم تبان باللي راهو ألمود ما ملبس لباس تقليدي بصح يبان راهو مواكب للموضة وشنو هي الحاجة اللي يتميز هذا الشيء اللي يتخليه يبان باللي راهو ألمود هل الرسمات اللي تكون موجودة هل تطريز هل اللون بحد ذاته يعني يدخلوا هذو كامل تفاصيل ولا المزج بين التقليدي إضافة إلى الطريقة التنسيق يعني احنا لكم نشوف اللباس التقليدي والقندورة التقليدية يلبسوها بزاف مع البليغة مع الشاشية تحظوك لا لا تشوف الجين لبسها مع باسكت حاجة سبور حاجة خفيفة يلبس من تحت هدي بانطالون حاجة أولا كما نقوله عصرية عصرية أكثر عاد فيها أرياحية أكثر ما عدتش مقيد بذلك البليغة أريحة أكثر أكيد يالله ما هم الحوايج اللي لازم يكونوا حاضرين مع القندورة يعني أكسسوار أنا أهم حاجة أحب نوصي عليها لي جين كامل هي تحفيفة عشر يعني اللي عنده القزع واللي راه سبغ واللي راه داير حوايج خاطين طريق إذ تهم سورته في شهر الفضيل خاصة طب رمضان وفرصة فرصة في شهر رمضان باش ينحي عليه العادة هذه كامل بقاش يزديد يراه دونك هذه حاجة ما كانش قد لا كوب كلاسيك يعني هي اللي تعطيك هيبة ومبليس تعطيك حضور ويزيد تعطيك احترام الناس هذه أول حاجة خاصة الناس الكبر شوية فلاش يعني شباب يعني في العشرينات لكن في مراحل المتقدمة بشي كما شباب تاع 17 ولا 16 ليران في البديية ربما حتى ولو غلطوا نقدروا نقولوا صغار ولكن الإنسان في العشرينات ولا جبل يا ربي باللي خلاص صغار نقولوا قاعدين يجربوا قاعدين يجربوا ولو أنهم لا نقدروا أنهم نقولوا أنهم في طريق الصواب في خطأ ولكن نحن نوجههم نحن نوجه خدمتنا نحن نوجههم يعني قزعة وأول حاجة يجب أن يتخلصوا من نفس شهر رمضان كذلك أنهم يعود إنسان يلبس لباس تقليدي والله راه وحده يحس بالوهرة أو يحس بالهيبة معتها يعود يفتي في ذلك البروبلام يعود يفتي في التصرفات الأخلاقية وحده وحده والأكسيسوارات الأكسيسوارية أهم حاجة راح تسبحة تقليدية اللي كانت في الدار بقى مازلها في الدار بصح البرة عاد تسبحة الإلكترونية تجاهها كفصبو يعني ببراتيك تتحط في الجيب لا ما لرسمه ما جبتهاشت خليتها في اللوتال قال ذو كان نفرس في الحوايج ما لقيتهاش هذه أهم حاجة صح كينا للسبحة الإلكترونية سبحة الإلكترونية وينما تروحها حتكون معاك وراح تسبح وهي تعطيك العدد التسبحات اللي راح تسبحتهم حاجة مليحة بالبزاف ويقدر حطها في البوشة دي حطها في الجيب ولا تبقى في صبعه مش حاجة جينيه أصلا إضافة إلى هذا شاشية هل مازلها لازم تكون حاضرة مع القندورة العصرية ولا لا لا هي الشاشية اختيارية أنا جبتها أنا برمان البزحة ما راح نشوفها أنا راح نشوفها أنا جبتها بصحية تبقى اختيارية المخرج أنه يسمح لنا باش نقدرون التحقب بالطاولة وأهم الأشياء اللي جبها لنا ضيفنا لنهار اليوم يلا تفضل معي فيالوستوديو باش نتعرف على شاشية اللي جبتها لنا اليوم هل هي شاشية تقليدية أو عصرية هي الشاشية يتبقى تقليدية داكور نقدرون نحطوا عليه هديزاكسيسوار كما نقدرون خليها كما هكا سامبل هديزاكسيسوار هش هيكونوا حيكونوا على أكزامبل ديموتيف اللي تحطوا له هنا ديموتيف تروح شوية في الولد المطهر لا 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 ماشي الدرجة هذيك سحنا نفضلها دايما تبقى كيما هكا سامبل غني أصورتي مع الكرافات لا لا غالا جاتك سوا سوا زربية تصلاة زربية تصلاة عدنا نشوفها ثانية ما كانش هذيك الضربية تقليدية اللي فيها القامرة اللي فيها أشكال ذوك والألوان هذي جزائرية شاشية قبل ما نروحوا جزائرية مئة بالمئة عكم تسمعوا جزائرية جزائرية مئة بالمئة باش ما يزعفوش علينا باش ما يزعفوش علينا احنا نقولوا باللي كاين عادات مشتركة في المغرب العربي الكبير سحشاشية سامحوني مع كل احتراماتنا جزائرية يلا نواصلو جزائرية عندك كذلك زربية تصلاة زربية تصلاة عدك تشوف الألوان أحدية وانتظك تشريها على حساب لونك المفضل يا حبيتها انتا هذي ماشي نقول لك تباهي انه باش تنعت رحكو انسان ذوك ورح تصلي رح لمسجو وشترك تحوس على حاجة كما هك نو هذه شغلة يعطيك راحة نفسية انت حاجة تحبها انت اللون هذا يعطيك راحة نفسية كي تشريها كما هك تعود عندك قبل لي أنك تبقى تكمل كامل التراويح وتكون مرتاح حتى لما تأديهم وما تخرش في نصف التراويح كما نقول مهم جدا أنه الإنسان يختار المكان ليقعد فيه والطريقة اللي يقعد فيها من بين هذه الأشياء هي الألوان المريحة اللي تعمل على راحة العقل وراحة جسم الإنسان وما من مسجد الله يبارك في شهر رمضان راحهم يتعمروا وذلك اللي يقدر هذا يصلي بها وين ما حب حتى يمكن المسجد وين ما حب يخرج بساحة المسجد ويقدر يصلي عدنا القندورة الرجالية الجزائرية العصرية والجديدة شوف لي الموتيف شوف لي الكولير قل للناس يشوفوا لي رمي يشوفوا فينا سبيحة اليوم هما اللي راح يحكموا على هذا القندورة العصرية الجميلة هذا الكولير بزاف ناس اللي يحبوها بزاف بزاف أنا حبيت النوع اليوم باش نحاول نرضي جميع جميع الأذواق دونك الفار جميلة جدا الفار الناس كامل يقدروا يلبسوه ظالا عندك اللي حبيت نحكي عليه أنه هذه براسكا رايحة في القندورة التقليدية من حيث التطريز من حيث التطريز يعني هذه رقبة تحات شوفها زماش شارجي حتى الرسومات شوفوا مشاهدين الأكريم جزائريا مئة بالمئة وتشوفوا وتلاحظوا تلقوها متداولة وتقريبا كنا ولفنا نشوفها وتعودنا نشوفها في الأيام العادية يعني أكيد هذه من التطريز الجزائري التقليدي الحاجة اللي المعصرنا أنه هذا التطريز جزء بروغرامي للرشمة أو تخرج تخرج لك سواء سواء مئة قبل لازمك تدسينيها باش تدسينيها لكن حقيقة لنا رشمة جميلة جدا اللي ينظر في رمضان نصل لوربي يتقبل مننا إن شاء الله هذه تشبه في اللي كما نقول الرقبة التقليدية مئة الجديدة اللي كما كنا نعتقبل في الفير اللي فيها الموتيف وثاني عندنا هذه الموتيف دوزيا يعني ما عددش كين هذه العشارج اللي في الرقبة وكل شي عاد جزء دوزيا خفيفة ضريفة بسكو كين بزاف الناس اللي ميحبوش هذه العشارج ميحبوش هذه الرسوم حتى الألوان يعني راني شوفوا فيها اللون الأسود الرمادي في كل يوم يعني مريح جدا وسيد الجلسة اللي هو كنت تقسي فيها قبيل على اللون اللي راهو تندنس 2024 2024 عندك لون الباش هذه نفس الرشمة على الجري مي فلاكولان يعني يحبو الألوان هذه يحبوها ورهم تندنس معدش ذوك كما كانت مقتصرة على اللون الأسود البوردو والله البلونوي ذوك سيبون رهم دخلوا هذو الألوان الشبابية سيبورصا ولات قندورا عصرية شبابية أكثر نتخلصنا من القيود تحى هذوك القدم أنا واحد من الناس يعني اللون المفضل نعرفه اللون الأخضر اللون الأخضر نعرفه هذي تعجبك هذي تعجبك هدية مني لك أنت يوسف شكرا لك شكرا لك شكرا لك مشاهدين الأكارم يعني إن شاء الله نصوموا كما قلت أهم حاجة أنه نصوموا بصحة وعافية إيمانا واحتسابا إن شاء الله أكيد ولكن الإنسان يعني كان شباب يحبوا يلبسوا يحبوا ينوه ويحبوا يرحوا إلى صلاة التراويح صلاة الجمعة كلهم أنا قبل ما نسوا أيضا شاشية الجزائرية أكيد يلا بالإضافة إلى هذا نذكر أنه لازم تكون حاضرا معنا الفوانيس الرمضانية يوم نغري جيت ويجبتنا رمضان ديكور والأكسسوار الرمضاني رهو جميل جدا يعني يعطينا أجواء الرمضانية يعطينا أجواء الرمضانية في المنزل طيب بالنسبة أيضا للناس والكبار السن هل مسموح لهم يلبسوا مختلف الألوان ولا كبار السن يعني الوالدين دينا ولا أجددنا فقط لازم يلتزموا بالألوان المعتادة لهو الأسود أو الرمضاني أو حتى الباج أو القهوة أنا دايما نقول الأناقة والموضة متحة للجميع يعني ما كانش واحد اللي ممنوع عليه والأخر مسموح عليه مي تولي الحرية الشخصية تقول لي ما نقبلش نلبس هذا أنت حر ما نجيش نفرض عليك نقولك لا راهو ألام ولكن بالنسبة للأعمار هل الأعمار أو الناس الكبار متاح لهم أنه يلبسوا مختلف الألوان أنا الوالدين عنده براس كليكولور كامير يلبس أي لون معانتها ما مهوش مقتصر اللون ما مهوش مقتصر لعمر محدد مي نظن هوما اللي تكون عندهم هذه الحاجات تقول لك لا أنا شوية كبيرة لازمني كولار يكون شوية هادئ لازمني لونها كشف اللي يمد الهيبة يميلوا بزاف للبلونوي للنوار للقري مثلا وخاصة البوردو البوردو يحبوه بالبزاف جميل طيب كما رانا نشوفه في هذه الصورة اللي تظهر فيه الشاشة نشوفه أنه هذه القشابية أو هذه القنضورة اللي راهو يشوف فينا المشاهدين الأفاضل يعني فيها قنضورة بيضاء تكون الأسود وكلمش نقدروا نلبسوا قنضورة بيضاء يعني سامبل كما نقوله ونضيفوا عليها نوع من أنواع هذا القناضر الحديثة أو الجديدة ذكرنا نسميه الأشياء بمسمياتها هذه قنضورة هذه قشابية يعني يعني باش نكون واضحين فيها لا كابيش يتولي قشابية هذه صن كابيش هذه قنضورة جم أنا أراك ركب الضحة الصورة هذا تيشي سحارة هو ترانسبارون يعني يبين شفاف ترانسبارون هو شفاف سي بورسا يلزم أمام هذو يلزمهم الليتوني تحام كاين السراو والسبيسيا المو يتلبسون من تحت مي كاين هذي اللي يلبسوها فوق القميص وكاين اللي تلقيها ببيضة كمبلة ولا في الباج هذو يتلبسوا تحام قميص علش بسك الأول حاجة كاين اللي يحبو يلبسوها يقولك لا يلبسوها وحدها لازم يلبس تحتها